اصدر القيادي في تحالف سائرون المهندس الاستشاري محمد هادي عبد الرحيم بيانا بشأن رؤية التحالف لتحقيق نهضة صناعية وتنموية في العراق جاء فيه برغم الذي تعرض له العراق في قطاع الصناعة بعد عام 2003 من انتكاسة مدمرة لم تحدث في كل تاريخه وحولته من بلد صناعي الى بلد استهلاكي الا ان العراق غني بثرواته ويمتلك موارد بشرية وطبيعية تعد من اهم مصادر الطاقة والتنمية في العالم بعد ان اعجزت الحكومة التي تعاقبت على ادارة شؤون الدولة ولم تجد الحلول الناجعة لانتشال القطاع الصناعي من واقعه المتردي واكتفت باجراءات سطحية لا تتعدى تغيير الوزراء او الوكلاء او المديرين حسب مقتضيات المحاصصة الحزبية واقتسام المنافع بين المهيمنين على مقدرات الشعب العراقي ومؤسساته التنفيذية والتشريعية اننا في حزب التجمع الجمهوري العراقي بزعامة الاستاذ سعد عاصم الجنابي نرى ان الصناعة العراقية لا ترتقي الى المستوى المنشود الا من خلال وضع الرؤى الرصينة والخطط العلمية المدروسة واعتماد خارطة طريق تستوعب جميع مقومات احداث نقلة نوعية رائدة في مجال التصنيع وفي كافة المجالات ولا ضمان لنجاح تنفيذ هذه الخطط والبرامج ما لم يخرج قطاع الصناعة من سطوة وهيمنة المنتفعين والفاسدين المنفذين والمتنفذين لارادات واجندات اجنبية منتفعة من ترد التصنيع في العراق حتى يبقى هذا البلد سوقا استهلاكيا لبضائعهم رضيئة واقتصاد خائر عاجز عن تلبية متطلبات بناء دولة مدنية متقدمة تحقق حالة الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات والميادين كما يدعو الى دعم المنتوج الوطني والترويج له والرقابة المشددة على البضاع المستوردة ومنع دخولها اذا ما كان مصانعنا تنتج ذلك البضاع فلابد من العمل على يعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتوفير مستلزمات فاعليتها وتحديثها بما يلائم الوقت الحالي ويولي عليها كاذر متخصص يتميز بالادارة الناجحة ولابد من دعم القطاع الخاص بكل انواع الدعم وتطويره وتهيئة السبل الناجحة للنهوض وتشريع قوانين وتوفير بيئة امنة للعمل والتوسع وحماية رأس المال وبتر اياد الفساد والمفسدين واقامة مشاريع ستراتيجية من شأنها امتصاص البطالة وتحريك عجلة الاقتصاد والتجارة في البلد وفتح مجالات الاستثمار الوطني والاجنبي وتقديم التسهيلات الكبيرة لكي يزدهر الاستثمار في كل المجالات وتوفير البيئة الصالحة لكي يشعر المستثمر بالامانة ونحن نعمل على توفير الجو الملائم للخبرات العراقية وتوجيهها في انشاء مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة وكبيرة من اجل تشغيل العاطلين من الخريجين والمهندسين والفنيين وتثبيت اصحاب العقود وكذلك تطبيق نظام الخصخصة لجلب الكثير من الفوائد وتوفير الحماية للقطاع الخاص الاقتصادي والصناعي المحلي حتى لا يتعرض للعجز المالي وتحقيق فائدة اقتصادية هائلة من المشروعات الجديدة المقدمة من القطاع الخاص والتي تهدف الى التنمية الاقتصادية وكذلك الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة صناعيا من خلال عقد بروتوكولات تعاون مشترك بين مؤسساتنا وشركاتنا الصناعية ومثيلاتها في تلك الدول بكل تأكيد ان هكذا اجراءات ومعالجات لا يستطيع تنفيذها الا من جعل هدفه الاساس خدمة العراق وشعبه وحريص على مصالح العراقيين ومستقبل اجيالهم ويتمتع بالمؤهلات العلمية والفنية والمهنية المطلوب توفرها باصحاب القرار في ادارة قطاع الصناعة والعاملين فيه ومعكم سائرون لتحقيق هذا الهدف ومنكم العونة ومن الله التوفيق المهندس الاستشاري محمد هادي عبد الرحيم تحالف سائرون